مرحبا برج الجدي اهلا فيكم كرت الموت كورج العقرب شركك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره وصل الى مرحلة قرر بينه وبالنفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبالنفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص مو مستعد فعكس هاي الطاقة عنده طاقة الهروب طاقة النسيان طاقة الابتعاد طاقة انه الهي نفسي بشي ثاني مثل ما تشوفي هني هذا كرت برج العقرب الموت في الكثير من الاشياء القديمة اللي يجب ان تنتهي او تتحول عشان الروح مكان جديد هذا الشخص قرر انه يروح يمضي قدما ولكن لحد الان ترى ما تعمل مع مشاعره لحد الان ما استوعب ما قرر بخصوصك كرت برج القوس وراها الرجل المعلق شريكك الحين في حالة الهاء في حالة الهاء في حالة صبر في حالة اتباع سياسة النفس الطويل قاعد يثبت لنفس الشيء كبرياء جرح اوكي مشاعره تجاه لك حس عنده نوع من اللوم عنده نوع من الاشتياق ولكن قاعد يقول لك انه بسبب برج الجدي هذا الشيء صار لو برج الجدي ما سوا انا ما سويت عنده ايضا مشاعر لوم الرجل المعلق ما اخذ سياسة مو بس النفس الطويل تعارف اللي احنا نقول نخلي الكدر على نار هادية لحد ما تستوي الطبخه مو مستعجل هذا الشيء كله قاعد ينبع من عنادة وتمسكها بالامور لان الرجل هذا معلق متمسك بالشجرة متعلق بالامور لحد الان ما غفر لك اذا انت صدر من جانبك اخطاء او التقصير ما غفر لك نفس الوقت ما تعامل معها مع اخطائك مع اخطاءه في طاقة الهاء لحد الان يشتاقلك لحد الان عنده امل بما انه قاعد يسوي كل هذا الشيء لان لو ما عنده امل وقطع امله منك لان اصلا اخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطعها تخلص منها ما تشوف هنا في طاقة تخلص طاقة رحيل ذهاب مؤقت لحين اشعار اخر السؤال اللي بعد هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال خمسة السيوف مو راضي ولكن كأنه يقول غصبا علي كان لازم هذا الشيء يصير لان اذا الشيء ما صار مراح احصل اللي ابي ما حد يقدر فوز في هذا السيناريو سيناريو خمسة السيوف لازم حتى لما تفوز يكون في ثمن يندفع على حساب احد ثاني على حساب شخص اخر راح تفوز لازم مثل ما نقول احنا تقوي قلبك بحيث انه قاعد يقول غض النظر يكون بين الفصال مؤقت او حتى دائم ما اقدر اخسر مرة ثانية اخسرني مثلا اكون في علاقة مقتنع فيها او معاجبتني او شخص يحاول يتحكم فيني او شخص يحاولنا عند هاي النوع من الطاقة احتمال انك تتعامل مع عقرب قوس عندنا ابراج الهوائية دلوميزان جوزاء كرت العاشقين مو دائما يتكلم عن السول ميتز كرت العاشقين هنا يتكلم عن الخيارات فيه خيارين عند شركك احتمال كبير برج هوائي بس مو شرط ما اخذ طاقة الابراج الهوائية اللي تقول عندي خيار رقم واحد عاشقين فيه اثنين خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا معاجب من الوضع مو مقتنع واواصله انا مو مقتنع في اشياء لازم اضطر اتحملها معاه او اتركها لحد ما اخلي برج الجديء هو اللي مستعد يعطيني اللي يقبل شنو الشريك كان يبي منك بالضبط انت اللي تعرف شنو اللي كان ناكسه شنو اللي كان معاجبة في العلاقة مستعد لنا لدرجة انه يتخلى عن العلاقة عشان يحصل على مراده مو سعيد ولكن هو يقول هذا اختياري وراح اقف بجانب خياري لحد ما احصل اللي ابي عناد اكثر ثلاثة الاخصان شركة قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء all or nothing اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي ولا ابي اي شيء اسمع عنه ولا ابي حتى اخبار تأتيني عنه رح اهتم بنفسي اطلع في الشمس اسافر اغير اتعرف على ناس اخرين لان هذا الشخص اللي انا اخترته قبل ما اعطاني اللي ابي ما فهمني او ما قدرني عنده مشاعر لوم مشاعر ردة فعل السؤال اللي بعده ما هي خطوة القادمة تسع الخماسيات رح يستمر برج العقرب ما يتنازل او ما ما يقرر شيء وبعد ان تشوفه خلاص ينفض ثوبه ويتخلى عن الشيء اللي يقرره لا برج العقرب ماستر الابراج المائية يبتدي ببرج العقرب كرت الموت ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات مصمم اذا كان رجل اتشوفه مصمم مليون بالمئة ان يعوض خسارته فقده للعلاقة لان انجرحك برياءه ما اقدر احصلك بالشكل اللي اهو يبي يبيك لحد الان احبك لحد الان ايه ما انكر هذا الشيء لكن يبي حصلك بالطريقة اهو اللي في باله تسع الخماسيات اذا كان رجل مصمم مليون بالمئة انه يفتح لمشروعه وصير صاحب جاه صير ناجح مبس صير ناجح يهتم بشكله صير رشيق حتى اذا كانت امرأة مصممة انها تهتم بشكلها تهتم بنفسها تضع نفسها فوق الاخرين تصل الى اهداف مو سهل لنا الواحد يوصل لها عند خطوة القادمة مو تجاهك انت خطوة القادمة تجاه نفسها الوصول الى المعالي لوحدي اعوض خسارة علاقة حب بنجاح مالي نجاح عملي نجاح حتى شكلي رضا عن نفسي المزيد من طاقة الماء عقرب حوت سرطان فارس الماء اه سوري فارس الاكوب فارس الاكوب هني شن خطوة القادمة يأتيك بكوب من الحب لا احسن شكلي احسن وظيفتي اخلي صيدي يوصل بين الناس ان انا الامير الاعزبة او الاميرة العزبة عشان برج الجدي او هو اللي اصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغيرات وعند احتمال ايضا ان شوف شخص متزعزع هني نوعا ما ثقته بنفسه متزعزعه فكي انا ما يقول راح اول شي احسن من نفسي احسن من دخلي ارتب اموري مع اهلي حتى شكلي بعدين اتوجه نحو الحب بعدين ارتب حتى افكر ان افتح صبحة جديدة مع برج الجدي يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية كارت الججمنت خروج الاموات وعودة الاموات الى الحياة بوق اسرافيل يصحون من النوم يطلعون من القبور وبس تغيير شوية في الشكل الرتوش وتحسين لا لا تغيير مليون فلم يا يعني مثل ما نقول شو ان القبط صير اسد هاي النوع من التغيير متوجه نحو اهداف كبيرة بس ايضا ما اشوفها نحوك انت لا وهو شو الحاج قدامه اصير انسان احسن احسن من دخلي من شكلي عشان بعدين بتكون عندي فرصة افضل مع شريك برج الجدي لحد الان ما انهى الفايل اللي بينكم ما انهى الامل او ما قطع الامل لحد الان الامل مفتوح بس يحس بينه وبين نفسه انه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان يحس انه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع يعتمد هنا من الجنس اذا هو الرجل وهو رح يطلب الرجوع او رد يفتح معاك موضوع اذا انت اذا انت الرجل فهو يتوقع ان عقوب ما يحسن من وضعه انت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه يعتمد على الجنس هنا المجموعة اللي بعدها العزاب اول سؤال الشخص القادم بطريقك مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجديد عندنا كرت برج الحوت العالمة الشخص احنا نقول عنا سكيتي كتوه ما يتكلم موايد بس مو خجول لا ما يتكلم لانه ياخذ وقت يطالع الناس يراقبهم يفصفصهم يعرف الزين من الشين يقيمهم ذكي ذكي جدا يراقب من بعيد بدون ما ينخرط او يش يراقب من بعيد وقرر هالانت مثلا انت صلح لا اولاك قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك يحاول يجمع كل المعلومات يتطقص يقيم يبخبارك حتى يلاحظ اسلوبك في الحياة تصرفاتك انت تحب تسافر ما تحب تسافر انت متحرر انت متدين ياخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك عقب يدخل في حياتك هذا الشخص اول شي دائما يحاول ان يحصل على ثقة الاخرين او كي يعرفك على نفسي عن طريق مثلا رسمي يخلي وجهي يصير مألوف في حياتك انه شفت كذا مرة في كذا مكان بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك عندنا هي طاقة برج الحوط طاقة الابراج الهوائية في السيف الصغير دلو ميزان جوزا الخماسي الاول اللي يكون تقديم هدية عرض احس هذا الشخص حتى لما يبتدي يكلمك عن الارتباط او الدخول في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية يمكن هو ايضا برج ترابي عشان شذيه واقعي ورسمي بس يحب يتكلم في التفاصيل انزين وحب يكون صريح معاك من البداية يشوفك هل انت رح توافق ما توافق شنو افكارك تتناسب مع افكاره في البداية ما عنده حب عنده لاتكتو بزنس خلا نتكلم عن توافقي بتوافقك خلا نقرر او شي بعدين احنا لاحقين على الحب هذي نوعية الشخص اوكي وظيفته وشكله كرت برج الجوزاء العاشقين الامبراطورة كرت برج الحمل البرج هذي كرت ايضا برج العقرب هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة ان يعمل في البناء او المقاولات او على الاقل بيع هذي نوع من المواد التي تستخدم في البناء احتمال ايضا انه عندنا كرت الامبراطورة انه يعمل في مجال الانجاب التوليد الخصوبة عنده عيادة يعمل فيه عيادة بس شي خص الانجاب والخصوبة والمعالجة اوكي العاشقين مسؤول عن التحليلات مسؤول عن المختبر هذا النوع من الوظائف مختص بالمشاكل الزوجية مختص بالمشاكل النفسية عنده كثير من النضوج مره وعليه الكثير من الازواج عشان تدي تشوف حتى طريقة كلامه معاك شوي رسمية في البداية ما يدخل من باب الحب يدخل من باب التوافق والعرض شكله عملي مقبول على اقل تقدير يميل الى الطول اكثر من القصر طوله اما متوسط اما شوي اطول من المتوسط اوكي عائلتها حس عنده نوع من ما بقولك عائلة مفككة ولكنها عائلة ليست مثالية اوكي يعني حتى طريقة اسلوبه في الحياة حس مو مثالي عنده شوي اطباع غريبة عنده شوي اطباع مثل التدخين مثلا اوكي ام خلا نشوف شون تتصرف معه ثلاث الخماسيات يعطيك الخماسي الاول انت تحوله لثلاث الخماسيات على طول انت ايضا تتعامل معه بشكل رسمي بشكل جاد تكون واضح معه في وضع الخطط يعني بادر ولا تسكت ولا تتغلى لان هذا الشخص فعلا جاد لما يعطيك خماسي توقع ان انت تردع الخماسي ما لما يعطيك عرض لما يتقرب منك فالطاقة التغلي او الابتعاد او عدم الجدية ما تصلح معه لازم تكون متواجهة لازم تكون واضح انت ايضا معه مثلا اذا انت اعزب ومستعد ان تكون في علاقة تكون واضح من البداية لان هذا الشخص راح يصدق اي شي انت تقول له ويأخذك على محمل الجد انت اللي عندك هني المفتاح ستة الاكواب هذا الكوب يقول لك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي لا تقارنب شخص من الماضي ولا تتسوي افتراضات بخصوصه شخص لانه شوي يحسه غريب يجمع ما بين تقليدي انسان تقليدي انسان ايضا خلا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب فلا تحاول انك تحطه في تحت المجهر وتفهمه صعب انه تفهمه غموض الحوت الكوب الاول لما يأتيك ويعرض عليك هنا ايضا يعتمد على الجنس لما يأتيك ويعرض عليك الحب لا تتبع معه لا طاقة تلاعب لا طاقة تغلي ابدا العكس خليك واضح صريح ودائما كلمة عن انت شلون تحس اذا بيجبك اذا شدت منه خطأ اذا شدت منه خطأ لا تزعل عليه اذا شدت منه خطأ لازم تصارحه هذا يكون بالصراحه اللي انت سويته حسسني بكذا كذا كذا لازم تكون مستعدة انه تفتح معه صفحه جديده انت ايضا احسك كأنا ما يبرج الجديد عندك اما تعلق او تنتظر او تتأمل شخص من الماضي هلا نشوف المرتبطين واول سؤال كيف يراك الشريك عندنا هني دسعة الاخصان سبعة الاكواب طبع القراءة ممكن تكون عكسية السيف الاول شريكك قاعد احس انه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشي عنده حجة عنده حجة عنده قضية عنده جدال يبي يقنعك انه مثلا نسافر ننجب ابناء اكثر او حتى ما ننجب ابناء في الوقت الحالي ندخل في مشروع معين نتطور في مجال معين عنده قضية عنده شي عنده محادثة من القلب للقلب يريد ان يكلمك فيها لانه يحس انه انت قاعد يتأخر الموضوع في موضوع انت قاعد يتأخر مع الشريك ممكن يكون موضوع ان نكبر العائلة لانه اخته خطوة جادة ممكن انت تقول له مثلا لا لا حد الان ما امننا مستقبلنا احنا ممستعدين اهلنا ممستعدين عندك تخوف انت متمسك في هاي الشهر نزيل يشوفك ان انت متمسك بالوضع الحالي بالوضع اللي فيه امان المنطقة المعروفة وهو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الاول سبعة الاكواب شريك تعارف وحاس فيك كأنما يشوف ان انت خايف من العواقب اي عواقب؟ عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه مع هاي المحادثة الصريحة ان مثلا احنا ما يصير نضل في هاي الدولة لازم ننتقل دولة ثانية احنا غلطنا في هاي الشي لازم نعتذر من فلان انت هنا كأنما خايف مو من الشي نفسه ولكن نتائجه خايف احد يشوفك ان انت ضعيف ان انت مو قوي برج الجديد من الابراج اللي تتحمل خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا يحاول شركك ان يطرح عليك وهو يشوف عندك نوع من التخاوف مو متشجع كثرة الى ان تخته خطوة الى الامام اوكي خلا نشوف السؤال اللي بعدها ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثمان الخماسيات اكثر شخص متجتهد اكثر شخص يستمر في الاجتهاد سهل انك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة برج الجديد لانه قوي لانه يتحمل يستمر ثمان ساعات انت متجتهده هاي من النقاط قوتك في العلاقة مع الشريك ما تستسلم بسهولة وتقول كل شي تقول خلاص مع السلامة ما تزعل بسرعة انسان منطقي واقعي لانه هي طاقة الخماسيات سبعة الخماسيات باقي الابراج لما يمثلا يشوفون عقبة يشوفون صعوبة يشوفون ان الموضوع اللي جدامهم حلمهم رح يطول يستسلمون يتعبون ييأسون مو انت مو انت انت الثابر وتتخطي كل العقبات هذا من نقاط قوتك في شراكتك وايضا كأنما حسيني ما تاخذ لما احد يقول لك لا ما معناتها ان خلاص رح تاخذ اللأ مالتهم وتعيش فيها لا ما تقبل اجابة لا تظل الثابر وتحاول إلا ما تخترق شيء إلا ما تحقق اللي في بالك عيناتك في محلة عندنا كارت برج السرطان العربة شوف من نقاط قوتك انت دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك احس انه هو مميز و انه هو فخور فيك و ان انت يمكن الاعتماد عليك و ان انت قوي الحصان ايضا رمز القوة والسرعة هذه من نقاط قوتك في العلاقة احسنت احسنت كيف توافق بينكم لشهر ثمانية اغسطس عندنا كارت الامبراطور السيف الصغير و كارت القوة كارت برج الاسد تقريبا هني عندنا طاقة جميع الابراج فما رح احدد برج معين هنا برج الاسد و هني عندنا الامبراطور برج الحمل التوافق بينكم لشهر ثمانية اغسطس انت مثل ما قلت لك اما انت اما الشريك في طاقة هني شخص الامبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع انه مثلا يغير في شي يب يضل على الوضع الحالي واحد منكم يب يكبر الاسرة واحد منكم يب ينتقل مثلا من بيت العيلة واحد منكم يب يدخل في الزواج الثاني مو مستعد الثاني يقول وضعنا تمام وضعنا امان ليش نغير لمن احنا مرتاحين الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر ثمانية رح يحاول حتى لو على الاقل بدايات التغيير يجلبها للشريك ممكن انت ممكن شريك هني السيف الصغير تحاول ان تستفز او يستفزك حتى يقنعك عند حجة السيف الاول السيف الصغير عند حجة يحاول يقنعك فيها يحاول يخليك لان تشوف مو قتلك مجتهد مو قتلك قوي انت شريكك يعترف هني ان يحتاج الى انك تكون معاه امية بالمية متفق معاه وتؤمن حتى بالوجهة اللي حطنها بالمكان الجديد عشان العربة تمشي العربة ما تمشي بحصان واحد لازم تكون مقتنع عشان تعمل معاه سيكون احس شهر مليء بمحاولات للاقناع والنقاش بينك وبين الشريك في واحد رح يكون كاثنينكم عندك كارتين ميجر كارتين رئيسيين واحد برج الاسد واحد برج الحمل لكن احس هنا طاقة برج الحمل اهو اللي قاعد يتصرف شذيه بدافع الخوف طاقة برج الاسد اهو اللي صاير شجاع اكثر يحب المخاطرة اكثر ويعتقد انه اهو الصح وفعلا احس انه هو صح اكثر يطلب شي في تغيير يطلب شي في انتقال ومتمسك ايضا براية ولكن ما يبيضغط عليه كويت رح يحاول انه يقنعك بطاقة السي اوف ترى مو بطاقة الحب بطاقة الاقناع الكلام المناقشة شهر مليء بان شركك بشكل خاص وهو اللي يتحداك في رأيك وهو اللي يتحداك في وجهتك اوكي